حساب مصرفي خارج البلاد عشرة أسباب تجعلك في حاجة إلى هذا الحساب ما الذي يمكن أن يقدمه للحساب المصرفي بالخارج وما الذي لا يمكن أن يقدمه للحساب المصرفي العادي في دولتي الحساب البنكي الخارجي هو حساب بنكي خارج بلد إقامتك وهو بعيد عن نفوذ نظامك القانوني في دولتك تقوم أفضل استراتيجية لحماية الأصول بفصل أصولك عن بلدك الأم وقعت المحاكم هناك في هذا الفيديو سأقدم لك عشرة أسباب تجعل حماية أصولك وتنويعها من خلال حساب مصرفي خارجي في ولاية قضائية آمنة أمراً مهماً جداً اليوم بما في ذلك للأشخاص الأمريكيين تعلم كيفية الاستعداد للأيام القادمة فأوقات الآزمات ستأتي بالتأكيد مرحباً أنا إنزو كابوتو محامي مصرفي سويسري صاحب شركة محامات كابوتو أند بارتنرز ومؤسس موقع سويسبانكينجلوييرز.com وهو الموقع والمكان الذي يجد فيه رجال الأعمال الدوليون نصائحة وحلولاً للبنوك الخاصة الناجحة وكيفية حماية الأصول العالمية وكيفية دفع ضرائب أقل مع الهياكل الدولية السبب رقم واحد تقليل خطر مصادرة أصولك الحكومات تغرق بأزمات الإفلاس من الواضح أن توقع المزيد من عمليات الإنقاذ كما رأينا فيما يتعلق بالأزمة القبرصية وكما أدخلت إسبانيا ضريبة الودائع المصرفية قامت بولندا والمجر والبرتغال والأرجنتين بتأميم مدخرات التقاعد ضوابت رأس المال في أيسلندا وتركيا وقبرص هي مجرد بداية إذا كنت تعتقد أن إجراءات المصادرة هذه لا يمكن أن تحدث في بلدك فكر مرة أخرى وفقا لكريستين لاغرد رئيسة صندوق النقل الدولي والتي تشغل حاليا منصب رئيسة للبنك المركزي الأوروبي فقد قالت من المقبول قانونيا مصادرة جزء من مدخراتك التي تتجاوز 100 ألف دولار لمساعدة ميزانيات الحكومات في أن تبدو جيدة مرة أخرى لذا يجب عليك قريبا نقل جزء كبير من أصولك بعيدا عن متناول الحكومات الجاشعة السبب رقم اثنان البنوك السويسرية قوية للغاية وذات رأس مال جيد البنوك بالغرب تعاني من مشاكل وغالبا ما تكون ذات رأس مال قليل للغاية وعظم هذه البنوك تبقى فقط القليل من المال في متناول اليد لتلبية طلبات صحب العملاء هذا يعني في حالة حدوث أزمة ليمن برادرز أخرى ستواجه مشكلة في الوصول إلى أموالك لا يوجد شك أن سويترا هي أفضل ولاية لحماية الأصول البنوك السويسرية ذات رأس مال جيد ولقد فحصنا جميع نسب المستوى الأول لرأس المال لجميع البنوك الخاصة السويسرية والتي تمثل المقياس الأساسية للقوة المالية للبنك لديهم أعلى نسب من رأس المال من المستوى الأول على الكوكب تحقق مدليل البنك الخاص السويسري الجديد الذي يوضح نسبة رأس المال من المستوى الأول لجميع البنوك الخاصة السويسرية تعرف على البنك المخصص حسب احتياجاتك فمنذ مئتي عام أثبتت البنوك السويسرية أنها قوية للغاية إنها أفضل البنوك في العالم إنهم المسؤولون عن أمن كل مدخراتك دعني أعطيك مثالا أثناء التحقيق مع البنوك السويسرية فيما يتعلق بأموال المحرقة المودعة قبل الحرب العالمية الثانية تم العثور على الحساب المصرفي السويسري لزعيم الثورة الروسية لينين وهو لا يزال موجودا لدى أحد البنوك السويسرية نجا حساب لينين السويسري المصرفي من الثورة الروسية والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وإمبراطورية الاتحاد السوفيتي سيكون من الصعب العثور على بنك يشعر بالمسؤولية أكثر من البنك السويسري هذه أحد الأسباب وراء الاحتفاظ بنسبة تبلغ 30% من الأصول الخارجية للمودعين حول العالم لدى البنوك السويسرية كما أن أصحاب نسبة 30% من جميع هذه الأصول لا يمكن أن يكونوا على خطأ السبب رقم ثلاثة حماية الأصول تشير شبكة الموارد القانونية إلى أن 15 مليون دعوة قضائية يتم رفعها في الولايات المتحدة الأمريكية كل عام يمكن أن يساعدك حساب مصرفي أجنبي في جعلك هدفا أقل جاذبية للمحامين العدوانيين سيجعل قانون حماية البيانات السويسري وقوانين سرية البنوك السويسرية الوصول إلى أموالك أمرا صعبا للغاية إن لم يكن مستحيلا السبب رقم أربعة تنويع العملات يعد امتلاك حسابات بنكية بعملات متعددة طريقة رائعة لتنويع مخاطر محفظتك وحماية قوتك الشرائية وتدويل مدخراتك يقدم البنك الخارجي عادة منصة عبر الإنترنت بها عملات متعددة وفرص استثمار دولية اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا على تنويع العملات المتعددة لشراء 1 يورو يجب عليك دفع 1.72 فرنك سويسري اليوم يمكنك شراء اليورو بسعر 1.14 فرنك سويسري فقط فقد فقد اليورو أكثر من 30% من قيمته أمام الفرنك السويسري ولدينا نفس السيناريو مع الدولار الأمريكي فقد انخفضت قيمة الدولار بشكل كبير لذا من الجيد أن يكون لديك حساب مصرفي سويسري بالفرنك السويسري السبب رقم خمسة المزيد من الدخل لأموالك يوفر مصرفي سويسري جيد الوصول إلى عروض النادي الحصرية وسندق التحوط والأسهم الخاصة والعقارات خارج السوق وفرص الاستثمار الأخرى المصرفيون السويسريون على دراية بالتنوع الدولي للاستثمارات وهذه أحد أهم الأسباب التي تجعل العملاء الأمريكيين ينجذبون إلى الحسابات المصرفية السويسرية مرة أخرى استأجرت واحدة من أفضل البنوك السويسرية الحصرية للغاية فريق عمل جديد لتلبية الطلب المتزايد من العملاء من الولايات المتحدة الأمريكية دعني أعطيك أمثلة أعرف مدير أوصول مستقل يدير أموال الأشخاص المشهورين والمشاهير الذين يحققون آداء يتراوح بين 6 و 9% منذ سنوات سأوفر لك أيضا وصولا متميزا إلى أفضل صناديق التحوط المملكة للعائلة والتي يديرها أفضل مديري العصول على هذا الكوكب السبب رقم 6 ضمان الوصول الفوري إلى الرعاية الطبية في الخارج إذا كنت تواجه صعوبات في الوصول إلى الرعاية الطبية في المنزل على سبيل المثال بسبب الآثار الكارثية لأوباما كير فقد ترغب في الحصول على الرعاية الطبية في الخارج على سبيل المثال في سويسرا في أسوأ الحالات قد يعني هذا الفرق بين الحياة والموت لنفترض أنك بحاجة إلى رعاية طبية من خصائيا في الخارج سيكون عليك تحويل الأموال خارج بلدك لدفع ثمان العلاج في حال فرض بلدك تدابير مرقبة رأس المال فلن تكون قادرا على سداد تكاليف الجراحة إذا كان لديك حساب مصرفي في الخارج فيمكنك دائما دفع فواتيرك للعلاج الطبي كان لدي عميل مع ابنته المصابة بمرض نادر جدا تم تجميد جميع حساباته المصرفية في بلد إقامته بسبب التحقيق المعلق ضده لم يكن قادرا على دفع تكاليف الجراحة المسؤول عن العملية وبدأ مفاوضات مع المدعي العام المكلف بالتحقيق أخبره المدعي العام أن هذه ليست مشكلته ولم يتم الوصول إلى سنت واحد لحسن الحظ وجد اثنين من الأصدقاء الذين قدموا له الدعم في دفع الفاتورة وبدون الدعم السخي لأصدقائه لم تكن الفتاة على قيد الحياة اليوم ولم تكن أم سعيدة لطفلين اليوم السبب رقم سبعة وجود خيار للتصرف على الفور عندما يتعلق الأمر بالمصادرة المالية فمن الأفضل التصرف بشكل سريع في حالة تطبيق تدابير جديدة لمرقبة رأس المال أو مصادرة المدخرات بين عشية وضحاها سيكون الأوان قد فات لحماية أموالك يجب ترتيب ذلك في وقت سابق لحدوث ذلك لذا يعتقد معظم الناس أن مثل هذا الموقف لن يحدث أبدا حتى يتم مواجهتهم مع الواقع في بعض الأحيان الواقع يمكن أن يكون أصعب من الخيال السبب ثمانية السريقات المالية في أمريكا الجنوبية قد يكون من الخطير جدا إداع الأموال لدى أحد البنوك المحلية يمكن أن يتعاون المصرفيون المحليون مع العناصر الإجرامية ويضعونك أنت وعائلتك في خطر لدى البنوك السويسرية العديد من العملاء من أمريكا الجنوبية لأنهم يقدرون قواعد الخصوصية السويسرية الصارمة وسرية البنوك السويسرية بسبب التبادل التلقائي للمعلومات مع وكالات الضرائب في أمريكا الجنوبية يخشى العديد من عملاء أمريكا الجنوبية من البنوك السويسرية من السرقات المالية لذا تم نقل بعضهم بالفعل إلى مناطق سكنية أكثر أماناً لمنع حدوث السرقات لقد ساعدناهم على حل مشكلتهم قام عملاء آخرون بنقل أصولهم إلى دول ليست جزء من معيار الإبلاغ الموحد مثل جورجيا هناك بعض البنوك الممتازة في تبليسي جورجيا ويسعد المصرفيون في جورجيا بقبول عملاء جدد في تبليسي يقوم المصرفيون السويسريون ومديرو الأصول بتثقيف الموظفين المحليين لزيادة مهارتهم المصرفية الخاصة لذا قام بعض المديري الأصول السويسرية بتحويل أعمالهم إلى تبليسي السبب رقم 9 راحة البال وجود حساب مصرفي في الخارج يشبه بوليسة التأمين إنه يعطيك راحة البال سوف تصبح مستعدة لمفاجآة غير سارة يكون الحساب المصرفي الخارجي 100% قانونيا إذا كنت تنفذ التزامات الإيداع الضريبي نحن من ذوي الخبرة في متطلبات الإبلاغ الضريبي الدولي في العديد من أنظمة الضرائب المختلفة في العديد من البلدان السبب رقم 10 زيادة الحرية الشخصية والخصوصية امتلاك حساب مصرفي خارجي يمنحك المزيد من الخيارات المزيد من الخيارات تعني المزيد من الحرية سيكون من الصعب على أي حكومة التحكم في خطتك المستقبلية في حالة رغبتك في شراء جواز سفر ثاني باستخدام برنامج المواطنة من خلال الاستثمار يمكنك استخدام جواز سفرك الجديد وفتح حساب مصرفي خارجي جديد باستخدام جواز السفر الجديد يعرف هذا الجواز باسم جوهز السفر المصرفي تقدم المزيد من الدول أكثر من أي وقت مضى التأشيرة الذهبية والمواطنة من خلال برامج الاستثمار في بعض البلدان من السهل تغيير اسمك يمكن استخدام اسم جديد يحمل جواز سفر جديد لبلد جديد لفتح حساب مصرفي خارجي جديد بناء على المعلومات الشخصية المختلفة إذا كنت بحاجة إلى مزيد من السرية لحماية أصولك فيمكننا مساعدتك في إيجاد حلول قانونية لحماية خصوصيتك من الواضح أن كل حالة مختلفة ونحن هنا للنظر في وضعك على أساس كل حالة على حدى نحن نعرف جميع البلدان التي تقدم مثل هذه البرامج يمكن أن يكون الحساب المصرفي الخارجي مع جواز سفر ثاني تم الحصول عليه قانونيا بالاشتراك مع مقر إقامة جديد هو المجموعة المثالية لزيادة حماية الأصول إلى الحد الأقصى لحل مشكلة ضريبية معقدة مع الأصول غير المعلنة مما يجعلها متوافقة مع الضرائب إذا أحببت هذه المعلومات سجل الإعجاب بنا الآن إذا كان هذا الفيديو مفيدا لك فلا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب الخاصة بنا وانقر على زر الاشتراك أدناه إذا كنت تريد تلميحات وستراتيجيات حصرية حول تحسين الضريبة الدولية وإدارة الثروات وحماية الأصول استنادا إلى آخر التحديثات التي نشاركها مع المشتركين فقط وقم بتوقيع خطاب شركة المحامة انقر على الرابط أسفل الفيديو أو قم بزيارة إذا كان لديك سؤال سري للغاية فعليك منقشة هذا الموضوع معي الآن من خلال الاتصال برقم 0041442124404 وتذكر أنه ليس من السابق لأوانه حماية أصولك وتنويعها ونقل جزء كبير منها إلى سويسرا أحضر أموالك من بلدك قبل أن تأخذ بلدك أموالك منك كن ثريا وابق ثريا أتمنى لك يوما سعيدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة